لفت نظري برضو الدكتور أنه عندك كتاب قمت بترجمته وقمت بكتابة التقديم له وهو عن أوروبا تاريخ وجيز عن جون هيرست الكتاب ده كتاب تاريخ هل رجل الاقتصاد أن يكون عالماً جيداً بالتاريخ؟ مفقفاً يعني من باب التواضع أنه لازم الاقتصاد يكون على علم بالتاريخ يعني على أساس تجارب الدول والتجارب الاقتصادية ولا إيه؟ قصة التاريخ أنا درسنا شغوف بقراءة التاريخ والفضل ذلك لولدي الذي لم يكن مؤرخاً ولا طالب علم في التاريخ وكان طبيب ولكن دايماً كان جنبه كتب مار التاريخ قديم وحديث ومعاصر ولفت نظري أنه واحد من أبدع الكتب التي ترجمت والراجل ده يعني إذا كان حياً فربنا يجيه للصحة وفا ربنا أرحمه اسمه الأستاذ عجل طهر نور ما زلت أتذكر اسمه كتب ترجم كتاب لواحد اسمه إدوارد ويليام لين إدوارد ويليام لين ده عمل قمص وترجم ألف ليلة وليلة وعمل كتاب اسمه المصريون المحدثون ده كان جيه عدة زيارات وكان يتكلم عربي وكان رسام والكتاب ده مترجم وأدعو الناس اللي قرأته باللغة الإنجليزية وباللغة العربية عشان يشوف جمال قلم عد طهر نور أنا قرأت الكتاب الأول باللغة العربية ثم قرأته باللغة الإنجليزية فبصراحة الأستاذ عد طهر نور يعني أتعبني وأنا بترجم هذا الكتاب لأن كل شوية يعني أنا مش بترجم محترف كمان يعني سيبك أن أنا مش مؤرخ فده كان يشكل جراء لكن اللي شجعني علي هو أن الكتاب صغير إذا ما حد شفتين الكتاب كان معمول لغير المتخصصين وعجبت أن عدد من المؤرخين ومنهم أسادزة للتاريخ يعني مدحوا فيه طريقة التعامل مع هذا الكتاب بترجمته وفهمت أنه يعني وصل للطبعة السبعة الآن بالضبط صحية